مؤسسات الرياضة تعلوم عبر ماذا؟ عبر ثلاثة لأبعاد أساسية كل بعد المرتبط بالتلميذ عبر اعتماد مقاربات وطرق جديدة في التدريس خاصة المقاربة التدريس وفق المستوى المناسب ثم مقاربة علاجية تعنى أيضا بالدعم التصربوي وأيضا مقاربة وقائية تهتم أو تنصب على التدريس الفعال خلال محطة اكتساب المعارف لأنك تعرفوا بأن في العمر للتلميذ هناك محطات معينة يجب إما أن يكتسب فيها هذا التلميذ المعارف التي سوف يحتاجها أو أنه لقدر الله ما يخذهش وهذا هو اللي يؤدي إلى المغادرة ويؤدي إلى الهضر ويؤدي لكذا المحور المرتبط بالأستاذ هو المحور اللي فيه تسير ظروف الاشتغال عبر تزويد الأطور التربوي الإدارية بالجهزات الرقمية وبالموارد البداغوجية وأيضا عبر المواكبة عن قرب من طرف المفتيشين التربويين وأيضا عبر التكوين ومنح الإشهاد النظري والعمالي لفائدة الفارق البداغوجي وأيضا عبر يعني اعتماد أو الاهتمام أكثر بمجال التكوين والتكوين المستمر المحور المرتبط بالمؤسسة هو الذي يهتم بتحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسة التعليمية من التأهيل من النظافة من يعني تزويد القاعات بمختلف الجهيزات التي تحتاجها هذه المؤسسات ووضع موارد مالية رهن إشارات المؤسسة التعليمية تخويل علامة مؤسسة الرياضة من طرف الجناء المركزية تقوم بتخويل هذه العلامة لفائدة هذه المؤسسات وبالفعل بدأت الحكومة في تفعيل هذا الورش منذ هذا الموسم الدراسي الحالي 23-24 حيث تم الانطلاق بـ 1-626 مؤسسة تعليمية عمومية استفاد منها تقريبا 1-322 ألف تلميت هم الآن يستفيدون تقيمات لتعملات مختلف تقيمات تعملات تقيمات داخلية طرف الوزارة وتعملات تقيمات خارجية وسيفو يتم القيام بتقيمات أخرى من طرف مؤسسات تعنى بقضايا التعليم والطربية ببلادنا كل هذه التقيمات شنو أعطت؟ أعطت أنه تقدم جد ملموس في مستوى المتعلمين والمتعلمات بهذه المؤسسات وذلك بفضل العمل التعاوني للفارق الطربوي لأنه المؤسسة ذا الريادة كتبت تشتغل بمختلف أطقومها سواء كانت الإدارية والطربوية والهدف وأنهم يرفعوا من المستوى ذا المتعلمين إذن في ظل هذه المعطيات الإيجابية لتسجلات الحد الآن سوف يتم الإنطلاق في تعميم هذه المدارس للريادة وبشكل متدرج مدينة سنة الماضية بستمية حوالي 600 مؤسسة 626 سنمشون الألفين مؤسسة دائما في الابتدائي في الدخول الدراسي المقبل 24-25 على أساس أنه إذا وصلنا لهذه الألفين على السسمية التي لديناها هي 2600 مؤسسة سنكون تقريبا وصلنا لـ 30% من عدد المتعلمين في السلك الابتدائي لحوالي 1.3 مليون وسوف يتم الاستمرار في هذا المسار للتدرج وفق التعميم في سنة في الموسم الدراسي 27-28 على المستوى الإعدادي سوف يتم الإنطلاق السنة المقبلة يعني الدخول المدرسي المقبل نبدأه بواحد العدد معين من المؤسسات فأفوق أننا نوصلوا للتعميم في سنة 2028-2029 إذن هذا المرسوم الآن الذي تمت المصادقة عليه في مجلس حكومة اليوم تيوضح كيف يمكن أن يتم منح هذه اللابيل للعلامة مؤسسة الرياضة وأيضا الليجان التي تتدخل في هذا الموضوع من أجل متابعته ومواكبته في أفوقي كيفما قلت أننا نعممه إذن هذا بخصوص الموضوع المتعلق بمؤسسة الرياضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر